السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل الحووشي بطريقة سهلة وبسيطة خالص في 10 دقايق ومن غير فرم عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة هحتاج معها بصلة كبيرة بشراها وعصراها من المية فصين طوب مفرومين حب الطماطم مقطعها مكعبات صغيرة من غير بز ونص حبت فلفل مقطعها مكعبات صغيرة خالص واحتاج التوابل ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وقرفة ورشا من السماء وعندي هنا كمان الجبنة المزارلة انا هحتاج الجبنة ان هستخدم العيش الترتلة فالجبنة المزارلة هتلزق لي الطبقات فوق بعض اول حاجة هنبدأ نجهز خليط الحووشي هنخلط اللحمة المفرومة مع الخضار اللي عندنا الطماطم والفلفل والبصل والتوم وبعدين هخلط كده التوابل مع بعض الاول وبعد كده هضيفها على خليط الحووشي وادعاكم كويس مع بعض بعد كده هجيب رغيف الترتلة وهبدأ افرد عليه اللحمة المفرومة او خليط الحووشي هفردها كده بالتساوي وخليها ما هياش طبقة سميكة او مش متجدسة فوق بعضها علشان اللحمة تستوي معانا بعد كده كويس وبعد كده رشة خفيفة من الجبنة المزارلة الجبنة المزارلة ملهاش اي طعم فيه الحووشي هي مجرد بس هتلزلق الطبقات فوق بعض ونضغط كويس وبعدين نبدأ نجهز رغيف الحووشي التالي ولو حبة كمان تنضيف في رشة من الجبنة المزارلة الاول على الرغيف وبعدين طبقة اللحمة وبعدين فوقها كمان طبقة من المزارلة علشان رغيف الحووشي بعد كده يبقى متماسك كويس معاك هنبدأ نجهز الكمية اللي عندنا بعد كده الشواية هضيف فيها معلقة من الزيت منص معلقة من الزبدة الزيت مش هيخليه للزبدة تتحرق مع الحرارة والزبدة عندي هتضيف لناكها حلوة جدا وارمشها لرغيف الترتلة في الحووشي وطبعا هنغطي كمان الطبقة اللي فوق بخليط الزبدة والزيت انا عندي الشواية هنا ما تكونش سخنة يدوب بس كده دافية لمدة 5 دقايق وبعد كده هبدأ قلبها الناحية التانية 3-4 دقايق كمان بالكتير اوي كمان 5 دقايق وهيكون رغيف الحووشي استوى عندي مش بيكمل 10 دقايق على الشواية هنبدأ نضيف معلقة تانية من الزيت والزبدة ونبدأ نضيف الرغيف التاني مهم جدا الطماطم والفلفل تبقى قطعة صغيرة علشان تستوي معنا ما تبقاش قطع مقرمشة في الحووشي ومهم برضو نصفي الطماطم من المية بتاعتها كويس نشير البزر والمية اللي فيها والبصل برضو نصره كويس من المية علشان ما يبقاش فيه اي سوايل مع اللحمة وتخليلي العيش طري مش مقرمش عيش التورتلة بصراحة طحفة جدا في الحووشي افضل بكتير من العيش اللي احنا بنجهزه برغيف العربي او الرغيف البلدي او حتى من عجينة الحووشي جربوا التورتلة خفيفة جدا ورؤيئة ومقرمشة هتعجبكم جدا فيه الحووشي اتمنى الوصفة تجربوها وتعجبكم ان شاء الله مع الف سلام